ربي بما يسرون أزآم قد فجآ بجاي أفضل لمن قصية غنية عن التعليه وهو من هو علما فقها سيدة مقرأا إلى غير وإلى غير لكن لا بد من البداية أن نتوجه إلى هذه الحضرة البكية الحضرة الطوباوية باسم من هنا من جميع الزوايا والمشيخات الموريتانية من قادرية وشاذلية وتيجانية ومريدية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أخواننا نهدي طوباء حضرة الشيخ الخديم رضي الله عنه على حرارة الاستقبال وكريم الضيافة وما عامل به هذه الوهود الموريتانية شقيطية من إكرام مجسدينا بذلك أواشجة وشائجة صلاقة والمحبة والأخوة التي تورثت خلفا عن سلف إلى الآن وباسم من هنا نقدم لكم أستاذ المشيخ البكيين عظيمة شكراتنا وكامل امتناننا على ما لقيتمنا به وحظنا به منكم من حسن الاستقبال وكريم الضيافة فسنتشره الآن بالاستماع والإصلاع إلى هذه المحاضرة القيمة الشاملة الجامعة التي سنتشره بالاستماع لها من طرف عالمنا وفقيهنا ومقرئنا وقاضينا الشيخ سلون بن مزروف ليحدثنا عن حياة الشيخ الخديم عن من هو الشيخ الخديم علمه وفقه وكرامته وخصوصا علاقاته بالمشيخات والزوائل الموريتانية طيلة مقامه في موريتانيا بعد الغيبة التي نتشره اليوم ونتبرك اليوم بإحيائها غيبة منطع السفر التي نال بها ما نال من عطايا وأياد ربانية من لدون سبحانه وتعالى هذا الشيخ الكريم وهذا الطوذ الشامخ وهذه الظاهرة هذه الظاهرة سنتعرف أو نحاول أن نتعرف على أبعادها على أبعادها الروحية وأبعادها الدينية وأبعادها المختلفة من خلال العرض القيم الجيد الذي سيشنف به فضيلة الشيخ سيلوم أسمعنا فلنصطي إليه ونستمع إليه ونستفيد منه شكرا وفضيلة الشيخ القاضي الفقه إليكم الكلمة والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله سأقرأ كلمة الشيخ نيابة عنه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم حضرة الخليفة العام للطريقة المريدية القائم بأعمال السفارة الموريتانية السيد مدير التوجيه الإسلامي أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمحوا لي في البداية أن أشكركم جميعا على الحضور وأنا أشكر من خلالكم الخليفة العام الشيخ محمد المنتقى وسائل أفراد تلك الدوحة الطيبة كما أشكر السلطات في السينغالي وموريتانيا على ما قامت به من تسهيلات في هذا المجال وقد قلت في هذا السياق قصيدة لحضرة طوبة زينة الحضرات سلام بأعلى الصوت والنبرات لحضرة طوبة زينة الحضرات سلام بأعلى الصوت والنبرات يفض احتراما كاملا ومودة كما فاضماء العين بالعبرات سلام على هذه النواحي وأهلها تقصر عن توصيفه كلمات على أسرة الشيخ الخديم مجدد محجة طاها طيلة السنوات ترى المنهج السمح الحنيفي منتقا منتقا لديهم ومحفوظا من الزلقات تواصوا عليه واستمروا ولم ينوا بجد وإخلاص لهم وذباتي ترى المنهج السمح الحنيفي منتقا لديهم ومحفوظا من الزلقات تواصوا على النهج القويم على نهج قويم مؤصل بلا نكبات تواصل عليه واستمروا ولم ينوا بجد وإخلاص لهم وذبات ذبات على النهج القويم مؤصل بلا نكبات لا ولا وذبات فكم سجلوا في وجه من رام هجمة على شرع دين الله من وقفاتي وكم قد قاموا في سبيل انتصاره وفي نشره في الناس من حفلاتي وكم نشر العلم النفيس كمحتوى تآليف علم جمة عطراتي فمن ذلك السر الخديمي لا ذوت أغصون تروينا من الثمرات ولا غبنا من وبلهم وبل رحمة وفيض ندم من ذائض البركات ولا نفحة من ذلك البر والهدى تذم لديها سائل النفحات بخير الوراء طه عليه وآله يروح ويغدو دائب الصلوات الحمد لله والعلماء والصالحين والصلاة والسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أزكى صلاة وسلام عمان سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد شرفني القائمون على تنظيم هذا المهرجان الميمون بالكلام عن حياة الشيخ مشايخنا وآبائنا خديم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ أحمد بنبا رضي الله عنه ونفعنا ببركته والحديث عن الشيخ الخديم حديث من شجون لا تفي بحقه المجلدات والأسفار ولو أعملت فيه الرحلات والأسفار ولا تستوعبه المحاضرات والجلسات فضلا عن ورقات يسيرة لا ترمي إلى الإحاطة بل قصارى جهدها التعرض لفائض نفحات وبركات ذلك البحر ذلك البحر الغطمطم والنور الأعظم والجناب المفخم وقد قسمنا الموضوع إلى فقرات نتناول من خلالها السيرة الذاتية للشيخ الخديم رضي الله عنه ثم نبية عن مؤلفاته المنومة والمنذورة ونختم ببعض ما حلاه به بعض العلماء والصالحين والأولياء والشعراء من شهادات وتزكيات خالدة السيرة الذاتية اسمه ونسبه وهو العالم العلامة أبو المحامد أحمد بن محمد بن حبيب الله بن محمد الخير وشهرته مهرم بكة باني مدينة بكة بول سنة 1789 ميلادية ابن حبيب الله بن محمد الكبير ابن سعيد بن عثمان نزيل السينغال كان الشيخ الخديم يلقب بعدة ألقاب منها عبد الله وخديم رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخ الخديم وسرين طوباء وكل ذلك للحب الشديد الذي كان يكنه للنبي صلى الله عليه وسلم والذود عن سنته البيضاء والعضي عليها بالنواجد حتى بواه الله تلك المنزلة الرفعة وصار ذلك اسمه مقتلنا بالصلاة والتسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما أم الشيخ الخديمي فهي اشتريها تجارة الله مريم بوصو بنت محمد بن محمد بن حمد بن علي البوصوبي المتوفات سنة 1866 ميلادية دفينة برخان في قطر سالم وهي تلمية للولي الصالح العلامة أحمد بن العاقل الديماني نزيل مبنبا في الترارزة وهو جد أسرة آل العاقل المشورة بالصلاح والعلم وقد زارته مرة لترزق بغلامه وعند ميلاده في مدينة بكة بوال سنة 1270 هزرية 1853 ميلادية سمته أحمد فقيل لها من هو أحمد فقالت أحمد بن بومبا أي دفين بن بومبا فاشتهر ابنها بين الناس بالشيخ أحمد بن بومبا قال ذلك الباحث الأمير واللاكاه في تحقيقه لنظم المدافن الشمشوية فيما روى العلامة أحمد ولحبيب اليدمسي في كتاب الأعداد أن والد الشيخ الخديمي كان يقرأ على أستاذ يسمى أحمد قاطن عند أضاة في قطر سالم والأضاة تسمى بلهجة أهل سالم بن بومبا فوضيف الأستاذ إلى الأضاة لسكنه عندها فعرف بأحمد بن بومبا أي أحمد الأضاة ولما أراد الشيخ محمد بن حبيب الله الرجوع إلى بلاده قال له شيخه سمي أول ابن ولد عندك بمحمد وسمي علي الثاني فكان الأول مرقى محمد والثاني الشيخ أحمد بن بومبا فكان هذا هو سبب تسميته بالشيخ أحمد بن بومبا نشاته ودراسته حرص والد الشيخ الخديمي على تعليمه فسلمه فور بلوغه سن التعليم لخاله محمد بن محمد بوصو شقيق أمه ثم لخال أمه تفسير دنب شقيق جدة الشيخ وكانوا يمكثون في مبكة في الصيف وفي الخريف في جلف وعندما توفي تفسيره وقد بلغ الشيخ الخديم رضي الله عنه حزب لا تجدنه رجع إلى والده في أكمل عليه القرآن وجوده وكان الأمير لتجور يحب والده ويحب ملازمته والقرب منه ومع الأمير حين ينقاضيه مدختي كلا فكان يصحح عليه الخديم بعض أشعاره وأنوامه وعلى عالم من أولاد ديمان وهو محمد والمحمد والمختار والمحمد الكريم وللكوري والسيد الفاضي والمحمد والديمان فدرس عليه في قرية جاين 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 وأخذ عنه علم البيان وعلم المنطق وغير ذلك وكان والد الشيخ الخديم رضي الله عنه عالما وكان يطارحه وحين نظم ورقات الإمام السنوسي أم البراهين تلقاها والده بالقبول ثم نظم بداية الهداية للإمام أبي حان دين الغزالي ونظم مختصر الأخضري في العبادات نظما سماه الجوهر النفيس في عقد نثر الأخضري الرئيس وبعدما رأى والده ما فيه من العلم والمعرفة وتفرس فيه الولاية والصلاحة والله جل وقات التدريس وأسند إليه تعليم بعض الطالب لما انتقل الأمير وعلاي الصغار انتقل والد الشيخ الخديم رضي الله عنه إلى قليل منه فسمع قرية هنبكة كجوع فمكوث معه سنتين لأن توفي في محرم سنة ألف وذلتمية هجرية ألف وثمانية وواحد وثمانية ميلادية فبقي الشيخ الخديم رضي الله عنه بعد والده سنة يدرس أهل القرية ثم اهتم بتربية المريدين على العلم والعمل وتزفية النبوس والترقي في مقامات الإحسان حتى التفت من حوله جماعات غذيرة لم يدفعهم لمبايعته إلا ما رأى ذيه من أمارات الصلاح والزود ثم انتقل إلى مدينة بكة بول عام 1301 هجرية أقضى هناك سنين وجال في البلاد الولفية منحهم في محن لما رأى الفرنسيون رغبة الخلق في الشيخ وانذيالهم عليه توجسوا منه خيفة فبدأوا يحصلون الجواسيس والعون ليكونوا على بيينة من أمره وقد أبلغهم الجواسيس وأن الشيخ يدعون الجهاد وأنه يعد لإنشاء إمامة إسلامية على غرار إمامات إسلامية قامت في المنطقة المجاورة من قبل وأنه في جمع العدة والعدد لمهاجمتهم والصال جيورهم فتم استدعاه من قبل الفرنسيين وبعدما وصلوا إلى مدينة سينلوي وهي إذاك مركز السلطة ومحل التحكيم ثم استقر قرارهم على تغريبه وأجمعوا على نذهه إلى القابون فلبذ الشيخ في المنفاة هناك 8 حجج إلا قليلا من 1313 هجرية 1295 ميلادية إلى 1020 هجرية 1902 ميلادية وخلال هذه الفترة ذاق الشيخ رضي الله عنه من الفتن والمصائب ما لو وزل على جبل لندك من ساعته لكن الوقاية الإلهية والاختيار الربانية كان دائما عونه وتحصينا له من المكايد وقد أخبرني الشيخ سيد أحمد بن اسمه أن الشيخ الخديم رضي الله عنه حدثه قائلا إنه عملوا لي ميلا تمكيدة ثم اضطر الفرنسيون إلى أرجاعه إلى الندر ورفعوا الحرج عنه في 16 صفر 1320 هجرية 11 نوفمبر 1902 ميلادية أعادوه إلى وطنه وأصبحت عودته من القابون موسما يحتفل به أتباعه ومريدوه حمدا وشكرا لله ويسمونه مقل مقل طوباء وهي المناسبة التي نعيش وجوائها الآن ثم إنهما لبثوا أن حاكموا عليه ذانيا بالنبي إلى موريتانيا ثم كث فيها أربع سنوات من 1903 إلى 1907 ثم في يوم الاثنين 19 ربيع لأولي 1321 هجرية الموافق 15 يونيو 1903 تم ميلادية تم استدعاؤه من قبل السلطات الفرنسية إلى ندر ثم كث فيه على سفينة إلى دقانة ثم كث بها خمسة ليال ثم أرسل الشيخ بابه لشيخ سدية مستشاره الشيخ لولداداه يطلبه وقال للفرنسيين إن هذا الشيخ لا يخشى من جهته سوء فقال قال أضمنه فسار معه حتى وصل وهو مقيم في قيدي وكانت فترة الشيخ الخديم رضي الله عنه هذه الثرية فأتاه الناس من كل حدد وصوب ومدحه الشعراء ومدحه على العلماء المورثانيين ولقي حفاوة كبيرة من أسرة أهل الشيخ الصدية وغيرهم ظنّا إن رمضان وقصانه في الصرصارة وكبيرة من أسرة أهل الشيخ الصدية ومن أعيانهم رضي الله عنه حمدي وشكري لمن كلي به صار له رضا دون سخط عند صار صار له ثنائي ورضواني بلا سخط ملقادلي من بني ديمان عن صار لله كلي لدى أبال مكرومة من هر إن اللون أبقى صدوزي وفي ليلة المولد النبوي الشريف ظنع الشربيع الأول 1325 هجرية الموافق 25 إبريل 1907 ميلادية وكانت ليلة جمعة جاءه قرار الفرنسيين بأرجاعه إلى وطنه ونقلوه إلى قرية من عزيزة التي اسمها تيين ثم فرضوا عليه إقامة جبرية في مدينة جربل وهي الجاريم وفاته وبعض آذاره العلمية يميز للشيخ الخديم رضي الله عنه ونفعنا ببركته مقيما في مدينة جاريم داعيا إلى الله ومحشدا إلى دينه القويم حتى اللحظات الأخيرة إلى أن أسعده الله بلقائه في بيت خلوته ضحن يوم الإهنين في محرم سنة 1346 هجرية هي 1927 ميلادية عن عمر يناهز أربعة وسبعين عاما ونقل في السيارة إلى مدينة طوباء السينغالية حيث أسس بها مسجدة فدفن بها ليلة الأربعاء وإلى ذلك أشار رضي الله عنه وطيب ثراه بقوله لم ينحني زجر ولا وعيد وعمري إلى الجنان عيد وقد أرخت لوفاته بالتقويم الهجري على طريقة حساب الجمل في نظم قرة العينين في غزوات السيد الكونين صلى الله عليه وسلم فقلت شنفت آذان البعض من ألفية العراقي والبعض من أنظام شيخين العديم لمثال في زمانه الشيخ الخديم أحمد بنب من حياته شموس أضاءة الكون وموته شموس وقد خلف الشيخ آثارا علمية جليلة كلها درر ما بين منظوم ومنثور فمن مؤلفاته المنظومة واحد مواهب القدوس مواهب القدوس في نظم المهجة في الثلاث هي أرجوزة تقع في ستمية وخمسين بيتا أذنين فيض الغني المغني في نظم ما عن السلوك يغني تزود الصغار إلى جنان الله ذوات الأنهار تزود الشبان إلى اتباع الملك الديان نهج قضاء الحاج فيما من الأدب إليه المريد يحتاج معنومة في مكارم الأخلاق تقع في ملاتي بيت وأكثر وهي عقد لكتاب في الأخلاق للعلامة أحمد المحمد الحاج الملود سنة 1221 هزرية متوفى سنة 1251 هزرية منول الصدور لدى المنازل وعند الدور وهي منومة في التصوف الجوهر النفيس في عقل نذر الأخضري الرئيس مسارك الجنان في جمع ما فرقه الديماني وهي منومة تقع في 1553 بيتا عقد بها كتاب خاتنة التصوف للشيخ محمد ردالي مغالق النيران ومفاتح الجنان وجالبة الورو ودافعة الورو وهمانه التصوف سعادة الطلاب وراحة طالب الإعراب هو نغم لمقدمة الأجرمية ولهم ألفات نذرية منها فتح الغفار في الصلاة على ماح الأوسار المقدمة الكبرى في الصلاة على البشراء صلى الله عليه وسلم المقدمة الصغرى النذرية في الصلاة والتسليم على خير البرية صلى الله عليه وسلم مقدمة الخدمة في الصلاة على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أو مفتاح السعادة في الصلاة على خير السادة صلى الله عليه وسلم كنز المهتدين في الصلاة على خير المرسلين صلى الله عليه وسلم سلم البشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم وله قصائد مشورة رائعة في متح النبي صلى الله عليه وسلم ومنها مقدمة الأمداح في مزايا المفتاح صلى الله عليه وسلم نواهب النافع في مدائح الشافع صلى الله عليه وسلم فيض الباقي الخالق في مولد خير الخلال إلى غير ذلك لمؤلفاته التي تفوت الحصرة أما كرماته وخوارقه فتقتضي بحثا مستقلا لكثرتها وشهرتها بين الناس كاثرت الضباء على خداش فما يدري خداش ما يصيد وقد تعرض لبعضها مشاهير من العلماء من أمثال الكردي والنبهان وعلماء آخرين من السنغال ومورتانيا الفقرة الأخيرة ذناء العلماء والشعراء عليه كثر المادحون والمذنون بالخير على الشيخ أحمد دوبنبا رضي الله عنه في مورتانيا والسنغال وبلاد الحرمين والشام ومصر وغيرها فلم يبقى في عصره من يجيد قرض الشعر إلا مدحه بقصيدة وقصائي فمدحه من المرتانيين معاصره من العلماء والشعراء من مختلف القبائل والجهات فعلى سبيل المثال للحصر مدحه شعراء تجكانت ويدواعلي ويدا بوسات ويدا بالحسن ويدا قب وأولاد ديمان وأولاد بيري وتندغى وفيما يلي نأخذ نمائجها قليلة مختارة قال الشيخ بابا في قصد محمد والشيخ الصدية المتوفى سنة 1924 الشيخ وأحمد نعمة أولاها هذه الخلائق كلها مولاها فالحمد لله الذي نعماؤه لا يستطيع عباده إحصاها إلى آخرها وهي قصيدة معروفة وهو الذي يقول به بيته المشهور الذي هو من باب تأكيد المتحي بما يشبه الذنة وما عبه إلا عبادة ربه ونفع الوراء في صبحه ومسائه ويقول العارف بالله الشيخ سعد وبيه ابن الشيخ محمد فاضل المتوفى سنة 1917 معادنه أجلته منها النصارى فأصبح في تلك البحور مضارا ومن صدف البحر المحيط بداف من تلالوه فيه العيون العيون حيارا ومن الشعراء المجهدين الذين أكثر الثناء على الشيخ الخديم رضي الله عنه الشاعر الشهير محمد دنان وللمعلاء الحسني الذي يقول في وصف نداه وبعد نداه إلا اغتاح للمعروف وأعطاء عطاء السمح غير المؤنبي فدعني من معن وكعب وحاتم ومن هرم دعني وآل المؤنبي ومن مادحيه العلامة أحمد دناني والعلامة باب بن محمود بن حمد بابه والسادة العلماء الودباو أبناء المختار بن بيدح والعلامة المؤرخ الأديب المختار بن حامد ومن بلاد الحرمين العالم الشاعر علي الكردي ومن بيروت الإمام العارف المحب بنصف النبهاني الذي يقول فيه إن امرأة فاته المختار من مضر وفاته خادم المختار هذا ولا يتسع المقام لتعداد أو حصر أسماء مادحي الشيخ رضي الله تعالى عنه وأبنائه فضلا عن أمداحهم فهو أحق بما قال بعض الشعراء مضابن سعيد حين لم يبقى مشرق ولا مغرب إلا له فيه مادح بل إن أمداح الشيخ وثناء الناس عليه استمر حتى بعد وفاته فبقي مرقده في طوباء كعبة مريديه وأنصاره ومثار قرائحهم ومن هذا الباب قصائد كنت قلتها في زيارات متكردة بحمد الله سميتها الطوبويات وإن سمح الوقت باستعراض بعضها فسأشيد لماذج منها والأمر موكول للسادة المنظمين فإلى فقرة أخرى وسيبقيها إن شاء الله الأخ يحيى بن ملتقى وهو بن مخت الشيخ سيلوم وفي الختام أشكركم على حسن اليصاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته